أعجل الجيش من صاحب البيت قلت ره هاي مخزن ما هي سكنة ولا بقول لا هاي سكنة فات الجندي يعني فتش البيت فات بك أختي وولدتها وكانت عندها مرت أخوي كاعدات بدفين في ملفوف مثلا بتطبخ تسوي غدا ولا بقول شو يا سلام هذا في تلفزيون في غاز في مراكا عده بتطبخ في فراش هاي مانو مخزن أفطر إنه جوز أختي ردي بيع الباز الكونتينور تبعه وردي نكل على بيت دجل أنا اسمي لينا جودة حامد أخوتي كلهم في بيت دجل طبعا أخوتي سبعة المتجاوزين ستة كلهم ساكنين بيت دجل إحنا موجودين طبعا بالفروش بدهم يضطروا يطلعوا على بيت دجل يسكنوا وطبعا يوم يوم صير ينزل على مزرعته ويروع على شغله لو إنه في مسكن هنا بيسمحوا للبنى طبعا الإبن ما بيقدر يتهجر أما اليوم كانت أختي موجودة لو طلعت من الصبح للمغرب ألك فيه بديل إنه يساعده في البيت مثلاً تطبخ تجلي تغسل مثلاً تشتف الضار أي إشي تشتاولوا كانت هي بدالي يعني وهذا الإشي برضو على كل النساء وكل الإمميات مثلاً اللي بتركها ابنها أو بنتها أمي أنا مثلاً هالساعة زيها تعب ويرحق عليها مثلاً عندها مزرعة عندها غنم بيت ولاد فبدأت تتحمل مسؤولية كلها هي كلها إسرائيل بتعمل على تشتيت للعيلة بدأت تبعد الإبن عن أمه يعني أحسن هسا بيدي جاني دبروا عليه يومين أو ثلاثة بزهك أما هنا منطقتنا القري اللي ربيت فيها وعشت فيها يعني من يوم ما ولدت وانا فيها عائشة طبعاً راحة نفسية يعني لوحد بلف بلفواً لبلاده برجع بقول يا الله محسن ريحت بلادي اللي عشت فيها وعشت فيها اشتركوا في القناة